في مستهل اجتماعه الأسبوعي وقف مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي دقيقة حداد على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق ونعى مجلس الوزراء الفقيد الذي وفته المنية أمس بعد مسيرة عطاء عطرة وبعد رحلة عمل ونضال طويل من أجل هذا الوطن العظيم هذا وأكد رئيس الوزراء أن المشير طنطاوي بذل قصارى جهده للحفاظ على الوطن ومقدراته ولا سيما في الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير واستطاع بحنكته وصبره الوصول بالوطن إلى بر الأمان كما تحمل الكثير والكثير من الضغوطات برحابة صدر وحكمة واسعة شاهد بها الجميع